أما من مشايخنا ومن علمائنا فأذكر جملة يعني كلهم سلكوا هذا الطريق وما وجدت واحدا منهم حادع عن قال الله وعن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر فضيلة مولانا الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود أذكر فضيلة مولانا الأستاذ الدكتور جودة أبو اليزيد المهدي والذي درس لي عامين متتاليين وكنت أجلس أمامه وكان الإنسان منه لا يستطيع أن يطيل النظر في وجهه نظرا لوضاءته أذكر من هذا مولانا فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أذكر كذلك الدكتور أحمد عمر هاشم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله يوسف الشازلي كل هذه النمازج غيرها فضيلة الدكتور على الجمعة وغيرهم كثير جدا يمكن أن نقول بأنهم وإن أطلق عليهم دراويش لكن لأنهم نفضوا الدنيا وضربوها وخلوا بينها وبين قلوبهم وجعلوا عمدتهم القرآن والسنة ومقصدهم ردوان الله وبغيتهم مرافقة رسول الله وهدفهم الأسمى رؤية الله في الآخرة في ظل عرشه يوم القيام